بحث سفير مصر في موسكو ناديه نجاري مع نائب وزير الخارجية مبعوث الرئيس الروسي بلاديمير بوتين للشرق الأوسط ميخايل بوكدانوف بحث تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية واستعرض بوكدانوف خلال اللقاء نتائج مشاركته في قمة القاهرة للسلام التي عقدت يوم السبت الماضي معبرا عن تقدير روسيا لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي بدعوة لعقد القمة في ظل الظروف الدقيقة التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط كما تناول اللقاء بين الجانبين التطورات الخطيرة في فلسطين وتنصيق مواقف الدولتين واتصالاتهم الهادفة لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني وكذل الالتزام بقواعد القانون الدولي الإنساني وحل القضية الفلسطينية